آخر المستجدات والتطورات بعد تكليف جانس بتشكيل الحكومة تعزيز وتدعيم مشاركة المرأة السياسية ومكانتها الإعلامية موسم قطف الزيتون واعتداءات المستوطنين تحياتي لكم مشاهدين الكرام والمتابعين لبرنامج أكتواليا في أسبوع سنستعرض وإياكم أهم القضايا السياسية والاجتماعية منها المحلية والإقليمية التي تصدرت عنوين الأخبار وحازت على اهتمام الجمهور لهذا الأسبوع والآن إلى أبرز الأخبار كما عودناكم نبدأ معكم برصد أهم الأخبار الأسبوعية المحلية في البلاد والإقليمية من حولنا التي تناقلتها مواقع الأخبار المختلفة نبدأ مع الخبر الأول من موقع صحيفة هارتس وعنوان يقول إثر المظاهرات في لبنان رئيس الحكومة الحريري يستقيل وصلت إلى حائط مسدود حيث أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يوم الثلاثاء عن استقالته في أعقاب الاحتجاجات على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبعد ذلك توجه الحريري إلى القصر الرئاسي في بيروت وقدم استقالته للرئيس نيشيل عون وقد دعا رئيس الحكومة خلال إعلانه كل الأحزاب الدفاع عن لبنان وقال أن المناصب والوظائف تأتي وتذهب ولكن شرف الدولة وأمنها أهم منها وأضاف الحريري أنه قد شعر أنه وصل إلى حائط مسدود ودعا مواطنين لبنان للعمل من أجل الحفاظ على الاستقرار والنظام في الدولة أما الخبر الثاني من موقع دعوت أحرموت وعنوان يقول حملة تصفية البغدادي كانت على اسم كايلا التي اغتصبها البغدادي في الأسر بحسبه فأن الجنود الأمريكيون أرسلوا لحملة عسكرية في سوريا لينتقموا لأجل كايلا مولر الأمريكية التي اختطفت في سوريا وكانت جارية للبغدادي وكان الأسر الذين هربوا قد بلغوا أنها قتلت عام 2015 عندما هاجمت طائرات التحالف الرقة حملة تصفية القائد الداعشي سميت باسم الشابة كايلا مولر التي اختطفت وأسرت وقتلت على يد داعش هذا ما كشفه روبرت أوبراين مستشار الأمن الوطني لدونالد ترامب قائلا هذا ما يجب على الناس أن تعرف وخبر آخر من موقع ماكو الخاص بالقناة الثانية عشر وعنوان المحكمة توافق على طلب الشرطة إجراء التفتيش على الهواتف النقالة التابعة لمستشاري نتانياهو بعد مداولات قضائية استمرت ساعات طويلة استجاب قادي محكمة الصبح في تل أبيب لطلب الشرطة إجراء تفتيش دقيق في الأجهزة النقالة التابعة لأربعة من كبار مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو ضمن التحقيقات بقضية إزعاج شاهد الملك فيلبر وبحسبها مواد التحقيق تقول أنه توجد شكوك ذات مصداقية عالية بأن المتهمين متورطون في مؤامرة لتنفيذ مخالفة الإزعاج ومع ذلك فقد وجه القاضي انتقادات للشرطة وعرض الأخطاء في التحقيق فقد تم إجراء تفتيش بدون أمر قضائي ولم يشرح لهم أن حقهم الاعتراض على التفتيش ومن المتوقع أن يقوم الأربعة وهم عوفر جولان يونتان أوريخ يوسي شليم وإسرائيل لينهون بالاستئناف على هذا القرار وقالهم حمود دفاع عنهم بأنهم إذا احتاج الأمر سوف يتم الاستئناف للمحكمة العليا أما الخبر التالي فهو متعلق بالشأن الاقتصادي السياسي فمن موقع معاريف جاء أن استجابة للضغوط الأمريكية إسرائيل تقيم لجنة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية وبحسبها اللجنة الإسرائيلية الأمنية في الحكومة الإسرائيلية وافقت يوم الأربعة على إقامة جهاز لمراقبة الاستثمارات الأجنبية وقد تم اتخاذ القرار بعد جلستين عاصفتين بين وزارة المالية وجهات أمنية حول خضوع الاستثمارات في التكنولوجيا للمراقبة وقد عقدت الجلستين في الأيام الأخيرة في أعقاب ضغوطات من الإدارة الأمريكية لمراقبة الاستثمارات الصينية في إسرائيل في مجالات البنية التحدية والاستثمارات المالية والتكنولوجية على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من الجديد ذكره أن واشنطن قد مررت عدة رسائل تعبر عن عدم رضاها من حقيقة أن الصين تصاعد من وجودها في السوق الإسرائيلية ومن موقع إسرائيل هايوم عنوان يقول تفاصيل الأزمة مع الأردن هبا اللبدي مشتبه بها بالتعاون مع حزب الله وبالمقابل الأردن يعتقل مواطنا إسرائيليا وبحسب هذا الخبر طالب أعضاء في البرلمان الأردني أن يستخدم الأردن المعتقل الإسرائيلي الذي خرق القانون وعبر الحدود الدولية سباحة عن طريق ظهر الأردن كورقة للمساواة من أجل إطلاق صراح الأردنية هبا اللبدي المضربة عن التعام منذ أكثر من شهر والمعتقلة إداريا في إسرائيل بشبهة الإرهاب والتواصل مع عميل أجنبي ويستمر تأذب العلاقات الأردنية الإسرائيلية حول استمرار اعتقال هبا اللبدي ففي حين قام القنصر الأردني بزيارة اللبدي في معتقلها والذي نقلت منه مرتين لتلقي العلاج الطبي في المستشفات الإسرائيلية استدعى الأردن سفيره في إسرائيل للمشاورات على خلفية وصف جهات في الحكومة الأردنية اعتقال اللبدي بغير قانوني ننتقي إلى موقع والا الإسرائيلي وبذات الشأن خبر آخر مفاده أردن في أعقاب استدعاء السفير الأردني يصرح أنه إجراء اعتيادي والتعاونات ممتازة هذا ما صرح به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن في مقابلة الإذاعية حول قرار الأردن بإعادة السفير الأردني في تل أبيب للاستشارة بسبب اعتقال اثنين من مواطنيها وجاء في تصريحه أنها خطوة اعتيادية ومعروفة ومع ذلك شدد على أن هناك شكوك خطيرة ضد المعتقلين أما بخصوص الأسيرة هيبا لبدي المضربة عن الطعام دعا أنها تخضع للمراقبة وحالتها الصحية مستقرة ويقوم بزيارتها دبلوماسيون أردنيون وأنكر الإدعاء أن هناك أزمة دبلوماسية مع المملكة الأردنية وقال أقترح أن لا نخسر العلاقات مع الأردن فهناك تعاونات ممتازة معهم ومن يدعوات أحرناط خبر مثير وعنوان يقول هبوط الطائرة الأمريكية السرية بعد 780 يوم بالفضاء طائرة الفضاء الروبوتية الخاصة بسلاح الجو الأمريكي أرسلت للفضاء في العاشر من سبتمبر عام 2017 هبطت أول الأسبوع الفائت يوم الأحد في قاعدة الفضاء عفوا بكيب كونرول بفلوريدا كما صرح قائد كبير بسلاح الجو الأمريكي أن ذلك تم بعد أن أتمت بنجاح جميع مهانها وقد هبطت الطائرة بعد مكوثيها 780 يوما متواصلا في الفضاء وتعتبر هذه المهمة الخامسة للطائرة السرية بدون طيار ورغم أنها نشطة وتعمل منذ تسع سنوات إلا أنه لا أحد يعلم ما هي مهامها المحدد ومن موقع ولا الإسرائيلي عنوان يقول عائلة يسيس خار تعقب على قرار وزير القضاء بالتسليم الروسي بوروخوف إلى أمريكا قرار غير أخلاقي وغير إنساني وجاء هذا التصريح بعد أن وقع الوزير أحانا وزير القضاء الإسرائيلي على قرار تسليم الهاكر الروسي إليكسي بوروخوف إلى الولايات المتحدة وقد هاجمت عائلة الشابة الإسرائيلية النعماء يسيس خار التي سجنت لمدة سبع سنوات ونصف بعد أن تم توقيفها في شهر أبريل الماضي في موسكو إثر ضبط 9 غرام حشيش في حقيبتها في المطار وأضافت العائلة فقط بالأمس قال الوزير أحانا أنه منواجب دولة إسرائيل تحرير نعماء وللأسف الشديد فأنه يفعل ما لا يقول ويستعد محامول عائلة للاستئناف للمحكمة العليا لطلب تأجيل تسليم بوروخوف لأمريكا أو تسليمه لروسيا بينما يعتقد الخبراء بأن إمكانية استجابة المحكمة للطلب ضئيلة جدا والخبر الأخير من موقع معاريف وعنوان مؤسسة حقوق المواطن تدعم الدكتور مردخاي كدار وتقول جامعة بار إيلان تمث بحريته الأكاديمية فقد توجهت مؤسسة حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى إدارة جامعة بار إيلان ودعتها لعدم اتخاذ خطوات تأديبية بحق الباحث والذي زعم أن هناك مؤامرة بالنسبة لإغتيال رابين وهذه أراءه الخاصة ولا تمثل بار إيلان وبعد رصد أخبارنا ومجمل عنوين الرئاسية للأخبار المحلية والعالمية يتمركز محورنا الأول حول متابعة الملف السياسي فبعد مرور أكثر من أسبوع على تكليف بيني جانس مهمة تشكيل الحكومة يبدو أن المفاوضات ما بين جانس ومثيل الأحزاب ما زالت تراوح مكانها عن الحالة السياسية والسيناريوهات المتوقعة نبقى مع هذا التقرير بعد سلسلة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية التي قام بها رئيس حزب أزرق أبيض بيني جانس مع عدة أحزاب ومن بينها القائمة المشتركة في الآونة الأخيرة لا تزال الصورة ضبابية لا تنبئ بتشكيل حكومة في القريب العاجل جانس لم يخفي منذ البداية كحول لفان أو أزرق أبيض لم يخفوا منذ البداية أن ما يتطلعون له هو حكومة وحدة لبرالية بمعنى الليكود أزرق أبيض وليبرمن لبرمن أيضا اليوم أكد بشكل واضح أنه يريد هذه الحكومة وهذه بالنسبة له الإمكانية الوحيدة كل الإشارات تؤكد بأن هذا هو السيناريو الوحيد الممكن سيناريو فيه أبيض أزرق والليكود وليبرمن يشكلون حكومة وحدة تأتي هذه المفاوضات الحكومية في ظل شبهات بالفساد تخيم حول رئيس الحكومة الحالي بن يمين نتنياهو وكان آخرها تورط مستشاريه بشبهة مطاردة ومضايقة الشهد الملك في أحد أهم قضايا الفساد والتي تعرف بملف أربعة آلاف شبهات تلعب لصالح جانس وتضعف موقف نتنياهو في عملية تشكيل الحكومة ملفات الفساد المتعلقة بنتنياهو وكل من حوله حقيقة هي كثيرة دولة تحترم نفسها وتحترم سيادتها وتريد أن يستمر سيادة القانون يجب أن تعلم كيف تحاسب نفسها السؤال هل نتنياهو الدكتاتور نتنياهو هو فوق القانون أم سيجري عليه ما جرى على من قبله هذا نتركه للحكم مقريبا أعتقد أن الملفات جادة وشائكة ويصعب عليه التملص منها لا يزال المشهد الحكومي في إسرائيل مبهما في ظل إصرار كل طرف على التمسك بموقفه وعدم تقديم أي تنازلات إلا أن تدارك الموقف بحسب عدة محللين سوف يأتي مع انتهاء المهلة والاقتراب من انتخابات ثالثة يعتبرها البعض بمثابة الكارثة السياسية والاقتصادية التي لن تغير وبحسب الاستطلاعات الأخيرة من الخارطة السياسية الحالية ومن هذا التقرير نعود وإياكم لنصلت الضوء على الشأن السياسي على ضوء تورط مستشارين نتنياهو في شبهة إزعاج شاهد الملك فيلبر وتدعياتها وعلى ضوء الجلسة الأولى من نوعها بين جانس والقائمة المشتركة لازلنا نتابع ملف تشكيل الحكومة الذي يقض مهجع نتنياهو ويؤرق بين جانس الذي يحاول أن يسطر تاريخا بانتصاره إذا ما نجح بتشكيل الحكومة حاول أبرز المستجدات والتطورات سنتحدث إلى ضيفنا الصحفي سعيد حسنين أهلا بك أهلا إما أستاذ سعيد كيف تقيم الوضع بعد جلسة جانس وممثلي المشتركة هل يمكننا القول أن هذه الجلسة هي جلسة مفاوضات بحق أم أنها فقط للضغط وابتزاز الأحزاب الصهيونية الأخرى ليست جلسة مفاوضات بالمطلق جلسة تبادل أراء أراد جانس أن يغطي عورة الديمقراطية الإسرائيلية إذا كان هناك ديمقراطية إسرائيلية بلقائه مع ممثلي القائمة المشتركة والتقى برئيس القائمة المشتركة النائب إيمان عودي والنائب دكتور أحمد الطيبي فباعتقادي وأراد فقط أن يقول لهؤلاء أننا أريد أن أطرح أمامكم فكرة إقامة حكومة على الرغم من أن بني جانس منذ البداية قال بأنه هو يتوجه إلى حكومة وحدة وطنية صحيح هو لا يريد إزعاج لبرمان أو إزعاج أنه يزعل لبرمان وبالتالي هو يفتش عن طريقة لإقامة حكومة وحدة وطنية بدون نتنياهو معنى نتنياهو مستحيل فاللقاء مع القائمة المشتركة مع مثلية القائمة المشتركة إسقاط واجب ليس أكثر من ذلك لا يتهم بني جانس بأنه هايدر أوروبا وبالتالي أنا واثق تماما بأن كل هذه الأمور التي تدور في فلك المفاوضات أو الاستطلاعات الرأي أو محاولة الاستكشاف من قبل بني جانس هي فقط لضر الرماد في العيون وبالتالي سيتجه الأمور اليوم حسب رأيه تتعلق بالمستشار القضائي للحكومة مندل بلت يا عمي خليه يطلق قراره بالنسبة لناتنياهو قدم لأحد اتهام ويحل حزب الليكود ويحل كل هاي المنظومة السياسية اللي فيها وجع راس يحلنا من إشيء اسمه نتنياهو أنا أتأكد لك شغل واحد هذا ما يجعل الأمر عالقا حتى الآن ما زال عالقا وسيبقى عالقا في وجودنا نتنياهو هو العثرة لم يسبق بأنه في الكيان الصيوني منذ إقامته من عام 48 إلى اليوم سنة كاملة لا توجد حكومة في البلاد لا توجد حكومة في إسرائيل يعني هذا نذير شؤم بالنسبة لهم وبالنسبة لكل من يدور في فلك السياسة ومع ذلك ما زال نتنياهو صامد ويحاول يعني هذا خلينا سميه هذا الإنسان اللي بيموت بنازع نتنياهو عم بيموت وبنازع حتى اللحظة الأخيرة من أجل الحفاظ على ما تبقى من بين هلالين كرامة نتنياهو الوطنية ولا يريد مصلحة أي شخص آخر كان له خطاب في النقاب كل خطاب لنتنياهو البعبع الإيراني حماس حزب الله طيب دي غيرها المنظومة يا عم منت رئيس حكومي وانت عامل حالك فيلسوف عصرك أنا بأكد لهذا الأمر ما قاله سمحت السيد حسن نصر الله آخر ملوك إسرائيل هو شارون جاء هذا المدعو نتنياهو ليلخبط الأوراق ولخبط الأوراق بالنسبة لإسرائيل وهذا ما يبدو على الساحة الآن أستاذ سعيد بهذا السياق إلى أين يمكننا أن نقول أن وصلت المفاوضات بين كحول لفان اللي كود والأحزاب الأخرى حتى الآن لا تزال في إطار جس النبض بين جنس يعني يبني كثيرا على قرار المستشار الحكومي للحكومة مستشار قضائي للحكومة في حال أصدر قراره بتقديم لأحة اتهام ضد نتنياهو سيفتش اللي كود عن بديل زعيم آخر لا مناصل لأنه ساعتها بدي يفكر قدع صاعر ومنمحه في مصلحة اللي كود أولا وبعد ذلك في مصلحة الدولة كما يدعون لأن قدعون صاعر قال أنه ما يهمنا هو المصلحة الوطنية ومصلحة دولة إسرائيل وحماية دولة إسرائيل والمخاطر كثيرة ويتحدثون عن كل هذه الأمور بأن إسرائيل يعني عندما يتحدث زعيم سياسي أنه نحن نواجه المخاطر نحن نواجه حزب الله نحن نواجه إيران نحن نواجه حماس نحن نواجه سوريا نحن نواجه كذا لا يتحدث أي زعيم إسرائيلي عن شيء اسمه منظومة سلام لن تجد في هذه الدولة من يتكلم بلغة الحب أو بلغة التفاهم أو بلغة إمكانية تحقيق السلام إنما بلغة الدفاع عن الوطن الدفاع عن إسرائيل الدفاع عن قيام دولة إسرائيل محافظة على دولة إسرائيل محافظة على هذا الكيان ولماذا هذه التصريحات لماذا يجنون منها هم يجنون الربح من تجنيد الرأي العام المواطنين وابقاء الشعب مع اليد على الزناد نحن نواجه مخاطر كبيرة أيضا يستدرون عطف العالم الغربي أمريكا ستبقى في صفهم أوروبا وجزء من أوروبا بأن الرأي العام بدأ يتغير في العالم وأنا أعتقد أن بقاء هؤلاء في مثل هذه المنظومة وفي مثل هذا التفكير هو أوابال عليهم وهم من حيث لا يدرون وبالتالي أنا أقول بأنه قد ينجح بني جانس في خلع بعض أعضاء اللي كود فيما لو أصرنا تانيه على البقاء يعني بكفي أنه يطلع يهرب عشرة أو 11 واحد عندها لن يصمد شاس ولم تصمد الأحزاب اليمنية وسيتحدث بني جانس كرجو العسكري بالمنظومة العسكرية بالمفهوم العسكري بالقدرات العسكرية أكثر من نتنياهو وأنا حامل حما هكذا سيقول وبالتالي أنا يعني عندي يقين بأنه بني جانس سينجح غير ذلك لن ينجح سينجح بتشكيل حكومة قريبا لا 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 هذا المقصود أم سينجح بخلع أعضاء هو يستطيع خلع أعضاء من اللي كود فيما لو أصر نتنياهو على البقاء على الساحة يعني كيف نحن نحكي بالفلسطيني عنزة والأوطارات وبدو يظلوا مصر على رأيه وعلى موقفه فيما لو لم يقدم المستشار القضائي للحكومة ضد نتنياهو لأحد اتهام سيبقى نتنياهو في الساحة صحيح ولكن ومن الأسهل لنتنياهو أن يبقى في الساحة كرئيس حكومة وأن يحكم كرئيس حكومة وسيقوم بتأجيل كل هذه الأمور وهذا في صالحه بينما إذا توصل بني جانس وهذا صعب جدا الاتفاق بوجود نتنياهو مناصفة في الحكوم الحكم لن يكون مناصفة مع بين اتنين يائر لابيد بدو بيني جانس بدو نتنياهو بدو ويمكن يجي لبرمان يطلب منهم بدو سيني كمان يكون رئيس حكومة فسعيدها بدأت تتلخبط كل الأوراق ومن المستحيل تشكيل حكومة في مثل هذه الحالة وهذا الوضع طيب أستاذ سعيد لنعود أيضا أردت أن أسألك ما الذي يعيق خطوة المستشار القضائي لتقديم اتخاذ قراره ضد نتنياهو وخاصة في أنا أعفوا خاصة في ظل يعني التطورات الأخيرة بكل ما يتعلق بتورط مستشاري نتنياهو في شبهات جنائية زعاج شاهد الملك في الملفات اللي هي الموجهة ضد نتنياهو وأيضا موافقة المحكمة على تفتيش دقيق لهواتفهم يعني المستشار القضائي من أجل أن يتخذ قرارا حاسما ضد رئيس حكومة بتقديم لأحد اتهام كي لا يكون مأخذ قانوني ضده هو عليه أن يستنفذ كل الطرق وكل الأمور يعني دراسة الملف كي لا يأتي أي طاقم دفاع أو طاقم قضائي ويقول بأن المستشار القضائي استعجل الأمر وقدم لأحد الاتهام غير مستندة على ركائز هو يريد أن يكون يتخذ متسع من الوقت بعد جلسات الاستماع لنتنياهو والملفات ودراسة الملفات ونحن نتحدث عن ملفات كبيرة ومتشعبة وبالتالي لا يمكن للمستشار القضائي أن يتخذ القرار بسرعة أنا أريد أن أقول هنا انظري إلى هذه الدولة رئيس دولة سجن رئيس حكومة عن أولميرت سجن وزراء وزير مالي وزير داخلي سجنه على الطريق إذا في نوع من الديمقراطية والعدل في دولة إسرائيل نتنياهو مكانه في السجن بدليل اللي أنت حتحدثت عنه المستشاريين ومضايقة شاهد الملك ما يسمى شاهد الملك والهواتف الذكية التي طمن مصادرتها وكل هذه الأمور كل هذه الأمور هي متعلقة في شأن الفساد وبتحدث عن لبنان ومظاهرات ضد الفساد لا يوجد شعب حي في إسرائيل يخرج إلى الشوارع ليقام فساد نتنياهو وكل زمرة نتنياهو على الحقبة الممتدة أكثر من 15 عام لماذا بهذه النقطة بالتحديد لماذا لا تقوم لهم قائمة بعد كل هذا الفساد بعد كل هذه الملفات بعد كل هذه الادعاءات وهناك أيضا إثباتات وقرارات محكمة ما الذي يجعلهم في حالة خمول في مشكلة دائما العدو العربي والعدو الداخلي نحن كمواطنين في هذه الدولة أصحاب الأرض الأصلانيين نحن نعتبر أعداء هذا واحد ثانيا وأنا حكيتها دائما بحكيها الغول إيران حزب الله حماس الجهاد الإسلامي وكل هاي الأمور يعني هني اللي بتحدثوا عليها منظومة اللي كل يعتمدينينها دولة إسرائيل وبالتالي بيخوفوا الشعب في هذا الأمر والشعب يبقى صامت أو ساكت وإذا خرج إلى الساحات يخرج بشكل متواضع وبشكل صغير انتقادات هنا انتقادات هناك ويعولون على القضاء يعني لا يعولون على الساحة ولو كان الأمر مختلف وما فيه في المحيط عرب وما فيه حديث عن عرب وأعداء ويردون إبادة دولة إسرائيل بقلوا بعض فأنا أعتقد كل هذه الأمور تشكل يعني خط دفاع بالنسبة لهؤلاء المرتشين والفاسدين وبالتالي بخرجون للناس ويحكوا بكل وضوح أنه رئيس دولي تحاكم وسجن ورئيس حكومة تحاكم وسجن ووزير مالية كمان تحاكم وسجن ووزير داخلية تحاكم وسجن أعضاء كناسة سجن ثم أشر للنزاهة والشفافية والديمقراطية بالضبط طيب أستاذ سعيد يعني هل برأيك سوف يصمد البلوك اللي أقاموا نتنياهو يعني مع الأحزاب الدينية واليمينية على الرغم من التطورات القضائية الأخيرة يعني بكل ما يتعلق بالتورط المستشارين تابعونه أم سيؤدي لتفكيكه هذا الأمر يتعلق يتعلق بعدة أمور منها إذا لم تقدم لأحت إذا قدمت لأحت اتهم ضد نتنياهو لن يصمد هذا البلوك اليميني بعدها متحدث هايميني ويساري ما فيش هايميني ويساري هذا واحد تنين بلوك نتنياهو مقابله بني جانس يعني ما يفكروش الناس أنه بني جانس وحمامة سلام وبني جانس ممكن يكون يشكل اليسار بدلي هذا الموقف واضح تنيا لا يمكن انسوا موضوع أنه بني جانس يقيم حكومة ضيقة تستند على العرب انسوا هذا الموضوع أنه أوضح هذا الأمر بشكل واضح يعني لا يقبل للتأويل وتنيا بني جانس لا يمكن أنه يحرق نفسه في الشارع اليهودي مقابل أنه يركن على شبكة أمان أو على دعم من الخارج للأحزاب العربية للقائمة المشتركة طبعا العضاء الكنيسة العرب وبالتالي أنا شو أنا اللي بحكيه وهو واضح ما هذا هو الواضح ما بدوش تفسير أنه البلوك اليميني اللي أنشأوا نتنياهو في حالي واحدة ممكن ينهار في حال تقديم لأحد اتهام ضد نتنياهو في الحالة الأخرى إذا نجحها بني جانس في خلع عشر أو احداشر عضو من الليكود وقدعون صاعر يعني أحكي فيهم هناك رابط بالزاولة بني من نتنياهو قدعون صاعر يرمي لأن يكون هو زعيم الحزيب وبالتالي ممكن يجو في مصلحة حزب وفي مصلحة الدولي والمحافظة على اليمين والمحافظة على الدولي أعطينا نبني الحزب من أولا بجديد بدون هك هاي ممكن السيناريو وارد متوقع يعني خلال أي مدة زمنية يعني إذا هذا الاشي هذا ما أنا أعتقد ستتضح الأمور خلال شهر وأنه يروحوا على الانتخابات الثالثة هذا أمام احتمال وارد احتمال وارد شوي صعيب يعني احتماله مش من فوق 50% 40% 50% يعني تبقى أكثر من أسبوعين لغانس سيرجح فيهم ممكن ممكن يوصل لوضع رئيس الدولي ييجي ما نجاحش بيني غانس يجعل كناسة في اجتماعي يحط التفويض لكل أعضاء الكنيسة أي عضو كناسة فيك وأي حزب بيقدر يجيب واحد الستين عضو كناسة تتفضل يتوجه لي وممكن ينطي كمان أخرى فترة تمديد لأنه حتى لو عملوا الانتخابات الثالثة يعني كيف أنا بحكيها باللغة كرة القدم تعادل وملا في تمديد وفي ركلات جزاء ترجيح رح نرجع يعني رح يعود الوضع إلى ما كان عليه إلى ما كان عليه طيب إذا نجح أنه شكل حكومي كيف سيكون شكل هذه الحكومة اللي يعني غانس سوف يقيمها حكومة ضيقة مش رح يكون في حكومة ضيقة ممكن سيناريوهات ثانيا الأول إقامة حكومة وحدة وطنية بين لبرمان والليكود لبرمان والليكود بدون نتنياهو ثانيا ممكن تكون إقامة حكومة وحدة وطنية مع عدد أعضاء من حزب الليكود اللي رح يخرجوا خارج الليكود وينضموا لأزرق أبيض ووسعتها ممكن يأخذوا من الأحزاب اليمينية والأحزاب المتدينة الأحزاب المتدينة بهمها مصلحتها بالتالي حتى لو حكيتي على شاس بيجي شاس بقول لك أنطينينا وزارة الداخلية وخطوط عريضة ومبادئ عريضة ويعني إيش فكرة كل أعضاء الكنيسة العرب عرضوا على بني جانس في لقاء المشاورات تحدثوا عن الأمور الجوهرية التي تخص المواطنين العرب منها قانون كيمينتس ومنها قانون القومية ومنها قضية المزانيات وإلى آخره يعني لما بني جانس يكون رئيس حكومة ويقرر شر نشن عدوان على غزة والضفة الغربية وعلى الفلسطينية مش رح يسأل عضاء الكنيسة العرب بدون أدنى شك يعني هذه الشغلة واضحة راح تكون واضحة كيف حكيت أمريا تنيا لا ثالث لهما إما حكومة وحدة وطنية بدون نتنياهو مع حزب الليكود ومشاركة ليبرمان وسعتها أنه مش بحاجة لحدا أول أمر الثاني أنه خلع عدد من أعضاء الكنيسة في الليكود لصالح جانس وسعتها اختراق المعسكر اليميني أو المتدين وسعتها ممكن بني قنسي قيم حكومي غير هكما فيش بروحوا لانتخابات وانتخابات ثالثة وبعودوا بجوروا دولي كمان لأخرى سنتين بدون حكومي ستبقى الوضع وسيبقى الوضع لما كان عليه صحفي سعيد حسنين شكرا لحضورك معنا اليوم وما بعد المحور السياسي وتشكيل الحكومة ننتقل وإياكم محورنا التالي حيث عقد المركز العربي للحريات الإعلامية إعلام يوما دراسيا بعنوان المؤتمر النسائي الإعلامي حول تعزيز وتدين مشاركة المرأة السياسية ومكانتها الإعلامية خلينا نتابع سوا هذا التقرير على الرغم من اتفاق المجتمع العربي بأن المرأة نصف المجتمع إلا أنها تدفع نحو هوامش العمل السياسي أو تتحول إلى رمز شكلي في مؤسساتها تحديات مختلفة طرحتها ناشطات وباحثات وإعلاميات في المؤتمر السنوي النسائي الإعلامي من مركز إعلام في مدينة الناصرة بهدف تدعيم مشاركة المرأة السياسية والرفع من مكانتها الإعلامية أجل مشروع عشان يقوّل النساء يدعمهم في هاي المجال كمان يعطيهم آليات الآليات تبدأ كيف يحاول الإعلام يحكوهم الإعلام يتوجه الإعلام نلاحظها بالفترة الأخيرة بشكل كبير خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي لما يكون في أسمة معينة تجاه النساء يجعلهم يتراجعوا يبطلوا سواء بالعمل السياسي أو العمل الاجتماعي أو أي قيادة لا تزال الصورة الإعلامية للمرأة الفلسطينية مقيدة بأدوار جندرية تمحو تواجدها كمشاركة أساسية ومتساوية في القيمة وتشكك بقدراتها المهنية عدا عن التفاوت بين نسبة التمثيل النسائي المحصور في المجالات الاجتماعية والثقافية وعدد النساء بالمجتمع العربي عادة في البلدات العربية يأخذ في عين الاعتبار المرشح إذا كان لا أي طائف يودخل أكثر عدد أصوات أو لا أي حذر ما لسف الشديد فكنت بحب في محلات معينة فعلا نحط على السبب اللي بوجعنا عشان نقدر كيف نتخطى الوجع وكيف نحسن غياب النساء في المجمل عن مواقع اتخاذ القرار في سلطة المحلية يؤدي أيضا إلى غياب الأجندة النسائية ويمس طبعا في مكانة المرأة وفي إعلاء صوتهن والقضايا التي تقصهن بشكل خاص خلافا للقضايا العامة التي تعاني منها بلداتنا العربية عقبات وضعت أمام المرأة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص على مدار التاريخ أيقظت الحاجة للنهوض بالتغيير في الخطاب الإعلامي السياسي وشددت على إلزامية اتخاذ موقف نسائي بعيدا عن الحيادية المزيفة وما بعد هذا التقرير إذا كانت المرأة مغيبة عن الساحة المحلية فمن المتوقع أن تكون غائبة عن الإعلام المحلي بنفس المقدار فهل فعلا تخشى النساء من التوجه للإعلام أم أن الإعلام هو الذي لا يعرف كيف يصورها يمثل قضاياها ويخاطبها كما يجب ويليق بالإعلام المهني هذا ما سنعرفه مع ضيفتنا السيدة خلود مصالحة مديرة مركز إعلام أهلا فيك خلود صباح خير إليك ولي جميع المشاهدين أهلا فيك خلود صباح النور خلود يعني شفنا التقرير وفعلا إذا كانت المرأة مغيبة عن الحيز العام فكمان قضاياها مغيبة ما هي المعطيات الأخيرة عن ظهور النساء في الإعلام أوكي بالنسبة للأبحاث هي الأبحاث بمجال الإعلام وظهور الإعلام هي قليلة مبدئيا مسألة الأبحاث بدأت بسنوات 2000 وأغلبها تطرقت لظهور العربي بالإعلام الإسرائيلي جديد بلش يكون عندنا أبحاث التي تتعلق بظهور النساء بالإعلام سواء الإسرائيلي أو العرب المحلي في إعلام أجرينا بحثين متتاليين بحث بعام 2006 وبحث ثاني بعام 2009 اللي فحص ظهور المرأة في الإعلام العربي المحلي المعطيات هي نفس المعطيات اللي إحنا بنعرفها هو ظهور قليل هو ظهور مهمش هو ظهور بالهوامش بالأدوار الممطية التقليدية بالأدوار الموكلة اللي لإلها كامرأة سواء في البيب في المنزل في المقابلة بالأدوار المقابلة لكن الجيد والحسن أنه بين التقرير الأول والتقرير الثاني برس في عنا صعود بتغطية المرأة إزدياد في تغطية المرأة في الإعلام العربي المحلي وهذا الإزدياد هو كامي وكيفي يعني عمليا مش بس أنه تغطط المرأة ما بكفر أنك تغطي المرأة اليوم أي حادث طرق مصرع عصبية هاي حادث اللي بتعلق بإمرأة بس كيفي كمان كيف تتناول الحادث نفسه كيف ينحكي عن الحادث كيف يتم التعامل معه كمان كان جزء من التقرير الأول بحكي عن عدم التعامل مع النساء كمختصات يعني اليوم أنا باجي بدي أحكي عن الفيزياء النووية فبروح بشوف بروفوسور إكس اللي هو الرجل بس استنوا لا في عنا بروفوسور من عصبية اللي مختصة بالفيزياء النووية بالضبط ليش ما نتوجه لها فاليوم في عنا أكتر وعي بالإعلام أنه يتوجه لنساء مختصات من منطلق كمان دعم لأنه من منطلق لأنه المختصات يعني الحلو لا أقل أهمية بالضبط الحلو أنه مش من محل أنه أنا بدي أدمج المرأة فقط لأنها إمرأة لأنها إمرأة وجديرة ومهنية بالضبط ففي تطور اللي هو كتير منيح مع ذلك بعد عنا سوري بعد عنا الأدوار نفسها الأدوار لها مشية النمطية تقطية قليلة لا ترتقي بالمستوى المطلوب إحنا 50% من المجتمع تقطية النسبة سبعيتها جدا قليلة ولا تصل إلى 10% بس في تحسن ممتاز يعني هاي معلومات التحسن هي كتير خلنا نقول بشرة خير ولكن خلنا نعرف منك خلوط بما أنك كمان أنت مهنية واختصة في هذا المجال شو هي الحواجز والعوائق التي تقف أمام المرأة والإعلام يعني قلنا أنه ظهور هو قليل وعدم التوجه كمان للنساء ولكن هل في كمان مسؤولية لدى النساء نفس على المشاركة والانخراط أو الاندماج في الإعلام طبعا من حكم تجربتي 18 سنة أنا صنعي بيشتغل بمجال الإعلام كمان بيشتغل مع النساء العوائق أمام دخول المرأة للإعلام هي مختلفة هي أشياء بتتعلق فيها وأشياء بتتعلق بالمؤسسة الإعلامية نفسها أو بالصحفي نفسه في عندك صحفيين اللي هني دكوريين ليش أنا أجيب في عندك شخصيات اللي هني الإعلام العربي نفسه مركز عليها من ناحية رجال مع احترام إليهم هني ممتازين هني جيدين هني بيحكوا بالمواضيع مثلا إسأخذ أي تقرير للعنف نفس الشخصيات نحن بنعمل معها مقابلة ما منشوف نساء قليل جدا نساء مع إنه إذا منيجي باللي سابق في عندك عضوات كنسة تشتغل على العنف زي حنين زي عائدة تومة ما بتوجهون هن فيه عندنا أشخاص معينين اللي إحنا منركز عليها فجزء منه بتعلق بالسيستم بالنظام الإعلام بالنظام الإعلام كيف بيشتغل وكمان الصحفي كيف بيشوفه أريح له إنه هذا البنقادم أنا بتعامل معه إسا أريح له أتوجه له أخذ منه تعقيبه وهيك كمان فيه عندنا هاي الخلفية الذكورية يعني بالفترة الأخيرة كمان فيه محلة شغل اللي أنا بيشتغل فيه وصلني تقرير اللي عن العنف موجود فيه خمس رجال ولا امرأة وحدة فهون وظيفتنا أن نتقف الإعلام أنه أوكي تمام بدك تعمل تقرير معين عن قضية معينة مهم يكون فيها أصوات نسائية لأن النساء مش أقل فجزء من عدم دخول النساء أو التقطيع الإعلامية للنساء هو بتعلق بالإعلام نفسه والجزء الثاني بتعلق بالنساء هل قد النساء دقيقات باختيار منصاتهم يعني لما أنا اليوم بتصل برجل بقول له تعال بدنا نحكي عن على فرضا العنف بلاش عن عنف أخذنا كتير العنف على فرضا السلطات المحلية ومخطط 922 بالمجتمع العربي أي رجل مستعد يعمل هيك أي رجل تعرفش ما فيش عندي تحديد مش بقول يعني ما بيتردد بترددوش بالمرة بتتصل بواحد اللي هي مختصة بالعالم السياسي عندها طلاع عندها طلاع أولي يعني بالنهاية أنت لما بدك تحكي عن 922 أنت ما بدك تفصل المخطط للجمهور بدك تحكي عن المخطط وعن اسقطات والمخطط عن تطبيق وعدم تطبيقه كل ما يتعلق بالمخطط النساء النساء بيكون عادة ردهم لإليه خلود أنا مختصة أكتر بالجندر وأقل بالاقتصاد والسياسي خليني لمحل تاردد هل قد دقيقات باختيار منصاتهم هل قد دقيقات باختيار حضورهم قد دقيقات باختيار الرسالة اللي بيمرروها يعني ما بعرف عن إمرأة من اليوم بتروح على مقابلة إعلامية ما بتكون مجهزة حالها ما بتكون محضرة حالها بينما الرجل حتى لو بتغيري له بتعملي له سويتش بنص المقابلة لموضوع تاني بتلقيه بمشي مع المقابلة إنه مش الرجل أفضل من المرأة بس المرأة أكتر بدقيقة بكيف تختار مصطلحاتها كيف تعبر عن حالها حتى مقابلات النساء بتشوفيها دايما بتأخذ بعد أعمق من مقابلات الرجال فيش عندها إنه أوكي في عندها المستوى العام بس بتفوت كمان للتفاصيل اللي هي تفاصيل اللي هي مهمة وبتفيد المشاهد من ناحية المعطيات بتكون حاجة مجهزة حالها بمعطيات من ناحية الخلفية والتاريخ وهيك فبتكون جاهزة مية بالمية ناهيك على إنه إشي اللي هو تعال نحكي عنه بس هو كتير مهم المرأة بتهتم بحضورها يعني اليوم إنه مرأة تطلع على الكاميرا وتطلع على تلفزيون وهيك بهمها كيف بيكون حضورها حضورها الخارج وهيك فبتكون عندها تحددات تقييديات معينة إنه أوكي هون بدأ أظهر هون ما بدأ أظهر هون ملائم لشخصيتي هون أقل ملائم لشخصيتي للي هي هاي التقييدات مش موجودة عند الرجل بس بالمحصلة عمقول إنه المرأة بظهورها على الشاشة هو ظهور مفيدة كتير للمجتمع للمشاهد لأنه هو العمق هو الأكتر شمولي وأكتر التفاصيل خلوت بهذه النقطة يعني ذكرت أمور كتير كتير مهمة عن عمق النساء ومدى يعني اهتمامهم بأدق التفاصيل ومع كل هذا خلينا نقول التغييب أو عدم الظهور في الإعلام دوركم وإنتوا في إعلام كيف بتساهمون وتشجعوا النساء يعني في أنكم مشروع تدريب النساء على الظهور في الإعلام بحكي لنا أكتر عن تفاصيل هذا المشروع كيف بيتم تدريب النساء شو هي الأليات اللي أنتوا بتعتوني إياها مبدئيا المشروع بدأ من قبل فترة الانتخابات الانتخابات للسلطات المحلية بدأ بتوجهات من مرشحات للسلطات المحلية أنه أنا كيف بدأ أحكي كيف بدأ أصيغر رسالة بأي إطار هذا نابع من الحاجة الشركية بالضبط فبلشنا نشتغل بدأنا نشتغل مع أكم من امرأة في شكل عيني بشكل منفصل لاحقا نتطور عنا لمشروع المشروع بيجي للنساء اللي هن موجودات بالسلطات المحلية واللي مشاركات بالسياسة والراغبات للمشاركة بالسياسة وعشان تعرفي في عنا كمية كتير يعني بلقاءنا بهذا المشروع مع النساء اللي هن بيشتغلوا بالسلطات أو بيشتغلوا بالسياسة تضح لأننا قد دافي عنا مشاريع مجتمعية إحنا ما بنسمع عنها ما بنعرف عنها فعمليا هو بدأ باحتياج معين للنساء المرشحات للسلطات المحلية لاحقا نتطور لمشروع لما إحنا بنعملوا مشروع بنعطيهم عدة آليات العليات الأولى بداية كيف تصيغ الرسالة اليوم أنا بدي أجي أحكي رسالة معينة كيف بدي أصيغها بأي لغة أصيغها ثاني إشي كيف أنك تعمل على تسويقها بكفيش أنك تحكيها لها الرسالة كيف أنك تسوقيها كيف أنك تلقميها لجمهور الهدف يوم أنا بعمل المقابلة على قناة مستوى عند جمهور هدف بس مكرة ممكن أعملها مقابلة بموقع محلي بعرفش إيش جمهور الهدف مختلف تماما كيف أنك تتلبس كيف أنك تحكي كيف أنك تدير أزمة اليوم عنا جزء كبير من تراجع النساء من خوض معارك سياسية أو أي معركة هي العملية التهجم أو اللي سمتها بروفسور خولة أبو بكر بالفترة الأخيرة سمعت لها مصطلح التعذير من بعذر عليك الشامنج اللي هي بالعبراء نسموها التعذير فعمليا هاي الأزمة كيف إنها تدير الأزمة كيف تتفاعل معها هل ترد عن اللي بهاجم عليها أو ما تردش عن اللي بهاجم عليها كيف إنها تطلع من هاي الأزمة كيف تتخطى هاي الأزمة هي أدوات اللي هي يعني مبدئيا أنت بتعطيها هاي الأليات بس أنت بحاجة أكتر تشتغلي معها لقدامها تمارسها يعني ما بيكفل أنا بعد برجع بقول بعد 18 سنة عندي رهبة كاميرا زي أول مرة رهبة الكاميرا ما بتروح بس بالتعويض ممكن تخفر رهبة هاي وبتفكر عند نساء كان جزء كبير منهم تخطى مرحلة منيحة وجزء كان منيحة من الأول يعني فيه جزء من الشخصيات كانت ممتازة ولازالت ممتازة بالإعلام اللي في عندنا هاي المهارات رائع يعني واضح جدا أنه قديش أنت بتستثمروا جهود بتحطوها في تدريب النساء وأكيد هذا مؤشر لحاجة النساء للإنخراط في الإعلام يعني وأخيرا خلينا نقول صار فيه مساحات ومنصات إعلامية كمان للنساء وخاصة في المجتمع العربي أنهم يدخلوا عليها ويوصلوا الرسالة تبعتهم بهذا السياق خلود بدي أسألك كيف تقيمي أداء النساء في المجال السياسي مقارنة في الظهور أكتر في المجالات الاجتماعية سؤال صعب ما فيش عزل عن السياسي والاجتماعي عندنا المجتمع كل إشيه اجتماعي هو سياسي كل إشيه اقتصادي هو سياسي متداخل فيه تداخل كبير طبعا ديكون اجتماعيات النساء قهون عليها من دخول السياسي بس إذا أنت تيجي تغضي المحورين هون كيف بنعكسه بالإعلام آه بتكون ظهورها بالمواضيع الاجتماعية والترفهية والأقل من الظهور بالمحلات السياسية يعني اليوم تيجي تحكي لإمرأة كمان من المرشحات للسلطات المحلية تعالي نحكي عن تركيب عن تشكيلة الحكومة الحالية شو الأفضل للعرب كنت لي مانعة مش كنت لي مانعة وين إحنا وين إحنا على الخارطة السياسية رح يكون عندها تحفظ أنها تفوت بهذه النقاش مع أنه بثق تماما مثلا بسميرة عزام أنها تحكي بخطاب يجدد لإلي ويجدد لغيري ويكون عندها تحليل اللي هو واقعي مش بعيد واقع ومنطقي بس هنا فيه ابتعاد للنساء من الخوض بالسياسة والتقوقع بالاجتماعي بالمستويات الاجتماعية أداء هنا على أرض الواقع بالمحورين هو كمان كيف بنعكس بالإعلام هو أداء جدا قوي بالاجتماعي أقل بالسياسة اللي بحاجة لأنه يكون يتشدد عليه يعني نقدر نقول خلود بهذه النقطة بالتحديد كمان في مسؤولية على الإعلام يعني كمان ما ننسى أنه فيه إقصاء بشكل عام متعمد احنا قلنا أنه ظهور النساء هو قليل ولكن أحيانا زي ما قلت فيه خبراء مختصين وكمان صحفيين اللي أريح لإلان أنه يروحوا لمناطق الراحة ودعوة رجل بدل من أنه دعوة امرأة ولهيك النساء ما بتفوتش على المحاور السياسية في النقاشات الإعلامية بهاي النقطة بالتحديد وبالوقت اللي متبقي لنا كيف بتأثروا على الإعلام أنه يغير هاي الفكرة النمطية طبعا نظمنا إعلام كان بالتعاون كمان مع كيان ورشات اللي هي حساسة جندريا إعلام حساس جندري كان لنا جلسات مع صحفيين أنا بخبرتي وبمهنتي صحفية بدلني دايما أحكي مع الزملاء كيف لازم يغطوا كيف لازم يشتغلوا مع الموضوع كمان الموضوع عندنا على الأجندة دائم تدريب للنساء يعني عمليا أنت بتيجي فيه اتهام للإعلام أنه هو الإعلام مقصر بتشتغلي مع الإعلام بتحاولي أنه يكون فيه دمج بالنساء أنه وين بتشوفي تقرير اللي هالتقرير بخصر فقط على الرجال تتوجهي لهن أنه فيه مختصات بالموضوع من ناحية تاني إعلام بدر للدورات أنه يعمل تدعيم للنساء أنه يظهروا بالإعلام مش بس عملنا موقع اللي هو رياديات اللي جمعنا فيه نساء مختصات سواء بالرياضة سواء بكافة المجالات عمليا المشروع اللي هو ممول من مؤسسة تهانزايد الألمانية أجع عشان يقول أنا أبدأ أشتغل على المستويات التنين على الإعلام كإعلام من خلال ورشات تدريب حدث مع الصحفيين محاولة تسويق نساء لإعلام ومن ناحية تاني كمان أشتغل مع النساء أحاول أدعمهم وأدربهم أنه يكون عندهم أكثر قليات لدخول ما أجمل يعني خلود بدي أشكرك على حضورك معنا اليوم شكرا كتير لعطائكم لعملك للمشروع القيم اللي أنتوا بتقوموا فيه ودركوا الهام جدا في إعلام شكرا لإلك محورنا الأخير سيكون حاول موسم قطف الزيتون موسم يمثل قصة حب أزلية بين الفلسطينيين والأرض مع ذلك كون تقليد متوارث لتخليد الهوية الوطنية لا يعني أنها لا تخلو من الصراعات السياسية خلينا نشوف سواهد التقرير كالابن المدللي يعتني العم أبو مروان وزوجته بأشجار الزيتون التي حان قطفها في أرضهم الواقعة وسط سهل البطوف السنة كان فيه شتا كثير والأرض شبعاني والزتون ما شاء الله عنه بقولوا اليوم أنه حتى الشوال عم بعمل تنكي يعني خير الله وربنا حط الخير فيه والزتون مذكور في القرآن يعني من رب الرحمن بعثنا زيت الزيتون حتى للمساجات مليحة حتى لا ما حطيته بالتاكل المياض الشغل الثاني سجرة الزيتون وطن يعني في كل محل فيه كان زتون وبيح جار حواليها أرضك مثبته شجرة الزيتون هذه تتطلب العناية والاهتمام لتغضق بخيراتها على المزارع من زيت وزيتون ومردود مادي في بعض الأحيان وما يميزها عندونها من الأشجار هو ارتباطها الوطيد بالأرض حيث تبقى صامدة لمئات لا بل لآلاف السنين حتى تحولت إلى رمز للصمود والتشبث بالأرض يحتذي به الشعب الفلسطيني إحنا عنا حب للأرض والوطن لأنه بالنسبة لأنه إذا إحنا منترك أرضنا منترك كل إشي إحنا اليوم هون متماسكين من نفلح بأرضنا من نشتغل فيها برياحة ما أحد جبرنا وإحنا منتمنى كل الناس إن شاء الله تكون زينا وتفلح أرضها لأنه الدولة ما بدينا هون بدينا نطلع من هون في ناس كثير أجو هددوهن بقلع الشوادر ولكن هاي غلط إن الناس تقيم شوادرها لازم الناس تبقى في أرضها وبتمنى إن كل الناس تيجي وتنصب شوادر في أرضها عشان كلها تتمسك بأرضها على امتداد الوطن الفلسطيني يعتبر موسم قطف الزيتون بمثابة عيد وطني يجتمع خلاله أفراد العائلة لجني ثمار الزيتون مما يؤكد على عمق العلاقة التي تجمع بين أصحاب البلاد الأصلانيين وأرض الآباء والأجداد ومن بعدها التقرير يعتبر موسم قطف الزيتون حدث رئيسي بشكل خاص عند المزارعين وغالبية الفلسطينيين بشكل عام إلا أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أشجار الزيتون اللي بدأت في وقت مبكر من هذا العام بتثير هواجس عند المزارعين عادة عن أن وجود المستوطنات بفرد قيود على المواطنين اللي بيريدوا الوصول لأراضيهن لزراعتها حول هذا الموضوع سنتحدث مع ضيوفنا في الاستوديو المستشار والنشط السياسي سامي علي والخبير الزراعي مغيرا يونس أستاذ مغيرا نبدأ معك عن أهمية شجرة الزيتون المزارع الفلسطيني نسمع شوية معلومات منك عن هذا المجال طبيعي أول شي السلام عليكم مرحبا بشكركم على الاستضافة شكرا لحضورك الشغلة في الوسط العرب للأسف شجرة الزيتون مش اقتصاديا ما بنقدر نعتبرها اقتصاديا هي أكثر ثقافية ثقافية مرتبطة بالهوية الوطنية بالهوية الوطنية أما هي اقتصادية بسبب أنه عملية توريث الأراضي وكبر المساحات وبطل يعني عندنا مزارعين كبار اللي عندهم مساحات كبيرة توزعت هذه المساحات لقطع صغيرة اللي بس لا يعني ممكن للاستهلاك استعمال الشخصي للاستهلاك الشخصي طبيعي تو أستاذ مغيرة هيك كمان يعني عشان نعرف أكتر تفاصيل إحنا موسم الزيتون ويعني رح نجيك بهذا الموضوع كمان أستاذ سامي بيستغرق وقت طويل جدا للاستعداد لإلوت طلعنا هيك على بعض التفاصيل قديش وقت لازم يعني يكون فيه رعاية واهتمام بشجر الزيتون كل قضية الانتاجية والمحاصيل السنوية طبيعي الانتاج الزيتون يبلش من فترة قريبة يعني الفلاح بعد ما يقطف الزيتون بيبلش بعملية تحضير الكرم للسنة اللي بعدها من التقليم من التسميد من الحراثي من كل هالأشياء من رش الأدوي من كل هالأشياء بيبلش عملية من النوار لعملية القطف أن الثمرة تبكى جازة وكمية الزيت موجودة هي بتأخذ تستغرق حواله متين يوم يعني احنا منحكي عن 6-7 شهر اللي الفلاح بده يحافظ على الشجرة من ناحية المي من ناحية السماد من ناحية الأفات الحشرية الأفات المرضية ومتغيرات الطقس كمان كل هاي الأشياء مشان نصل لموعد القطف رح نرجع بسؤال لك أستاذ مغيرة عن الفروقات بين الانتاجية في الوسط الزراعي الفلسطيني في الوسط اليهودي بس أستاذ سامي بدي أتوجه لك بسؤال شو يعني حرب الزيتون عم نسمع بالفترة الأخيرة هذا المصطلح كتير حرب الزيتون صار تقليد سنوة ضد المزارعين الفلسطينيين صحيح يعني الزيتون بالنسبة للشعب الفلسطيني هو لديه رمزية ودلالات عميقة جدا إلى كذا كان على الجانب التراثي وكذلك الثقافي الحياتي إذا كان من ناحية تشكيله مصدر رزق وكذلك يعني جزء أصيل من حياة الفلسطيني وأضف إلى ذلك أن الزيتون هو رمز لعلاقة الفلسطيني الوطيدة مع الأرض ليس فقط يعني من ناحية الشعارات من ناحية يعني عملية وفعلية وأضف إلى ذلك أنه رمز للثبات والصمود يعني نحن نعلم جيدا أن أرض فلسطين غزتها الكثير من الشعوب والأقوام ولكن بالتالي بقيت وبقي الزيتون والزيتون بفعل يعني تعميره على الأرض وبفعل أن هذه الشجرة يعني شجرة قديمة جدا وذكرت في الديانات السماوية وفي الكتب السماوية إذا كان في القرآن الكريم وكذلك في الإنجيل وفي الديانة اليهودية فهذه الشجرة يعني بقيت وهي شاهدة على جرائم المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي ومن هنا ينبع كل هذا العداء لهذه الشجرة خاصة في منطقة الضفة الغربية وكل أرياف ومحافظات نابلس وسلفيت شو اللي بيصير هناك أستاذ ساميهيك شو اللي بيصير يعني كيف بيتم الاعتداء ومضايقة المزارعين أولا ما يجري تجاه المزارعين وخاصة أشجار الزيتون وكروم الزيتون في الضفة الغربية هو جزء من الممارسات الاحتلال البشعة ضد شعبنا أولا يعني هم يحاولون اكتلاع هذه الأشجار يعني هناك في ذروة الموسم سلسلة وخطوات كثيرة أولا طرد المزارعين من أراضيهم اكتلاع الأشجار تخريب الأشجار والمحاصيل وكذلك حركها وصرقت ثمار الزيتون وأضف إلى ذلك أنهم حتى يمنعون المزارعين من وصول إلى الكروم وإلى أراضيهم للعناية في هذه الأشجار أو لقطف ثمار الزيتون وخاصة في موسم الزيتون هذا الموسم الذي يعتبر عرص فلسطيني لديه ميزاته لديه كذلك خصائصه وتملأه الأهزيج وتملأه العادات والتقاليد المتوارثة بين الأجيال من الأجداد إلى الأباء إلى الأبناء لذلك نحن نرى هذا العداء يتم تخريب هذا الانتظار وهذا ضرر كبير أنا أعطيك بعض المعطيات في الضفة الغربية نحو 10 مليون شجرة زيتون في الضفة الغربية في عام 2018 تم تخريب واكتلاع أكثر من 10 ألاف شجرة زيتون نهيك عن صرقة الثمار يعني إسرائيل تسرق ما على الأرض وما تحت الأرض وفي داخل الأرض يعني نحن يجب أن نذكر كذلك ليس فقط ما على الأرض من شجار زيتون وغيرها يعني إسرائيل تستولي على موارد المياه الارتوازية والأبار الارتوازية والجوفية في الضفة الغربية وهذا لديه علاقة مباشرة مع كل قضية الري والزيتون والإمكانيات المتاحة ونضف كذلك كل إقامة الجدار الفصل العنصري الذي يعني فصل ما بين المزارعين وأراضيهم إذا تحدثنا عن الجانب الاقتصادي لشجرة الزيتون في الضفة الغربية نحن نتحدث عن 47% من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية يعني 47% تشكلها شجرة الزيتون شجرة الزيتون من مجمل الأراضي الزراعية هي تشكل 47% من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية نسبة كبيرة جدا نسبة كبيرة جدا إضافة إلى ذلك يعني كل الأشجار الزيتون التي بقيت خلف الجدار يعني بفعل بنائه تقريبا 30% من مجمل الأشجار الزيتون في الضفة الغربية وهذا يعني كل الممارسات الاستيطانية إذا كان من اكتلاع وتخريب الأشجار وملاحقة المزارعين وكذلك منعهم من الوصول إلى مزرعاتهم وإلى محاصيلهم وإلى كرومهم وأراضيهم هذا يعني يضر بالاقتصاد الفلسطيني وتقدر هذا الضرار تقريبا ما بين 30 إلى 40 مليون دولار سنويا يعني كل هذه الأضرار وهذه المخاسر يتكبدها الشعب الفلسطيني إضافة إلى المعاناة الكبيرة أستاذ سامي رح نرجع معك لبعض التفاصيل ونشوف كيف ممكن الفلسطينيين يعني تعاطوا مع هذا الوضع القائم نعود إليك أستاذ مغيرة ونسمع منك أكتر تفاصيل عن كل قضية تقسيم المساحات والإنتاج الزراعي خلنا نقول في مجال الزيتون والفرق بين الوسط العربي والوسط اليهودي وأيضا إذا هيك أحببت التطرق للمعايير العالمية لاختبار جودة الزيت عنا طبيعي في إسرائيل في حوالة 350 ألف دنوم زيتون مزروع 350 ألف 280-290 ألف موجودات في الوسط العربي فوق التسعين في المئة من هاي الكمية من هاي المساحة اللي هو زيتون بالي اللي هو موجود على الجبال أو على الإضابة أو على الأراضي اللي نعتبرها مش خصبة كثيرة ومش عميقة وفي الوسط اليهودي اللي في عنا حوالة 60-70 ألف دنوم اللي هي أصناف ثانية كمان أصناف جديدة مش زي الأصناف المحلية اللي احنا بنعرفها اللي عادة بتكون مروية تأخذ مي سواء كانت مي حلوة أو معالجة مقررة وفي عندهم نوعين من الزراعية احنا بنعتبرها يعني الزراع المكثفي فيه نوعين من الزراع فيه زراع مكثفي وفيه زراع كمان اللي هي من زميه احنا السوبر مكثفي اللي بيزرعه 140-125 شجرة في الدنوم وهي حصادات كبيرة اللي بتحصدها وبتعمل 40 دنوم في اليوم الحصادة عمال اثنين بتعمل 40 دنوم في اليوم يعني ممكن تعمل هاي في اليوم 80 طون احنا مشان نقطف 80 طون في اليوم منا 500 عامل في اليوم في الوسط العربي في الوسط العربي هذا كمان جانب يعني مؤثر للأوضاع الاقتصادية طبعا عندهم المساحات أوسع عندهم الرأي وشغلة الرأي وعامل أساسي في الانتاجية اليوم بسبب اللي حكيناه انه كلت فيه كلة مي فيه تغيير الملاخي فيه التربة في المياه الجوفي كل هاي الاسباب اللي ممكن تأثر على الاثمار في ججرة الزتون تغيرت في السنين الأخيرة وحتى كمان الناس الاهتمامهم في الشجرة من ناحية يعني من ناحية زراعية خلينا نسميها هو قل يعني قليل ما احنا منسمد قليل ما منحرض كليل ما منقلم ابتعاد الإنسان أكتر عن المجال الزراعي لا انه زي ما حكينا بالبداية انه الشغلة صارت أصبحت مشتجارية فأي الواحد عنده يعني دونم أو اثنين ممكن يروح عليهم مرة أو مرتين في السنة يطل عليهم يعني هيك بس يشوف فقط لا استهلاك شخصي وموسم القطف وهذا طبيعي مش كافي مشان نخذ انتاجية كبيرة بالنسبة للانتاجية فاحنا منحكي عن عن الدونم عن الدونم الانتاجية للدونم حوالها في الوسط العربي منحكي على أربعين كيلو بينما في الوسط اليهود منحكي عن متين متين واشي كيلو للدونم فرق شاسع فرق شاسع أول شيء زي ما حكيتي بسبب الأصناف بسبب طريقة الزراعة بسبب الرأي بسبب أشياء كثيرة ومتين كيلو وكمان مش بس هذا البكلك اللي بيكلك الأشي الثاني بجال جودة الزيت احنا منعرف انه الزيت هو غذاء ودواء مشان بس يبكى دواء لازم تبكى الجودة تاعته عالية كثير يعني احنا اللي بنسميه البكر الممتاز الاكسرا فيرجين الكاتيتا موليف لبراني هاي بدها تقييم هذا الزيت في هاي الجودة هي معايير دولية يعني ما بكفي يجي الفلاح اليوم يحط صباعه تحت يعني يتذوق فقط يتذوق ويقول هذا الزيت بليح وكويس في اليوم نفحص الحموضة تاعت الزيت نفحص الرقم العيدروجيني تاعت الزيت البايروكسيد فيه اشياء كثيرة وتذوق الزيت كلها تاعتها اشياء كثيرة هاي وللأسف احنا بطريقة معاملتنا للقطف ولتخزين الزيت وللمحافظة على الثمر خلال القطف وخلال المعصرة وفي المعصرة فيه عندنا للأسف تراجع كثير كبير ملاحظة كثير مهمة بس احنا على مشارف الانهاء أستاذ مغيرة بدأ أشكرك كثير على المعلومات القيم اللي أعطيتنا إياها سامي بدأ أرجع لك بكل ما يتعلق بالاعتداءات هل هناك جهة يتوجب على المزارعين الفلسطينيين التوجه لإلها هل هناك طرق أو آليات الممكن تعودين عن هذه الخسائر أكيد نجب بمواجهة هذه العداء الغاشم ضد الفلسطينيين وخاصة المزارعين مزارعين الزيتون في الدفاة الغربية نحن هناك المركز الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان هو يعني العنوان الأول هناك كذلك وزارة الزراعة الجمعيات واللجان الأهلية والشعبية التي يجب أن يتوجهوا إليها ولكن أنا برأيي وبفعل وفي ظل حقيقة اكتلاع ما يقارب مليون ونصف شجرة زيتون منذ الاحتلال وحتى اليوم ونحن نشهد سنويا اكتلاع آلاف أشجار الزيتون وإبادة أخرى وإبادة المحاصيل وثمار الزيتون يجب أن يكون هناك خطة وطنية شاملة وكاملة يعني أولا كما كان الزيتون حاضرا وما زال حاضرا في الثقافات والحضارات إذا كان اليونانية والإسبانية وكل الدول المحيطة في البحر أبيض المتوسط ومع أن الزيتون كان حاضرا ومازال حاضرا في الأدب وفي الشعر في قصائد الشعراء وكذلك النثر وحكايات وقصص الأدباء وحاضرا في التراث الفلسطيني والتراث العربي يجب أن يبقى حاضرا في المدارس في المناهج التربوية يجب أن يكون هناك ليس يوم ولا يوما يجب أن يكون هناك أيام أشهر لشجرة الزيتون إذا كان زراعتها وغرسها ورعايتها وأن لا يكتصر كل المكاومة وكل مواجهتنا لهذا العداء ولهجمة المستوطنين فقط في موسم الزيتون لذلك أنا باعتقادي على السلطة الفلسطينية وكذلك الجهات المسؤولة أن تضع خطة شاملة لدعم المزارعين وتعويضهم وكذلك لرصد الميزانيات والموارد اللازمة لحماية هذا الفرع وكذلك هذا الموروث الأصيل الذي يعني يعتبر جزء من حياتنا وثقافتنا وثباتنا على هذه الأرض لأن شجرة الزيتون كما كانت في الحضارات تسمى ملكة الأشجار وزيتها يسمى وما زال يسمى الذهب السائل فيجب أن نحافظ على هذا الموروث ونحن هنا بقونا ما بقي الزيت والزيتون سامي العلي شكرا لحضورك ومساهمتك القيمة أستاذ مغيرة يونس الخبر الزراعي شكرا جزيلا إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد من أكتواليا في أسبوع شكرا لكم على طيب المتابعة أعود وألتقي بكم مجددا يوم السبت المقبل الساعة التاسعة والنصف إلى حينها لكم أطيب الأمنيات دونتم بخير وأمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم